المسيحية مش حفظ آيات ولا حفظ أقوال ولا حفظ وصايا المسيحية إنك تعيش شخص مقدم ليك أنا فاكر من فترة زمان قبل ما بقى كاهن وأنا في الكلية الإكلريكية وبعدين رحت الواحد قريبي في أسيوت بيشرب سجاير كتيرة وبعدين بقول له بقول لي يا فلان السجاير دي حرام قال لي هات لي آية من الكتاب المقدس تقول إن السجاير حرام وأنا في الوقت دا ما كنت شعرف رغم إن موجودة في آية في حسقياء التمانية الذين يقربون الغصن إلى أنفهم بس ما كنت شعرفة فقلت له يا ابني لإنها بتدمر صحتك قال طالما الكتاب المقدس ما قالش إنها حرام يبقى ما تحسبنيش عليها وأنا قعد معاه وقدامي الترابيزة ففي صورة للمسيح قدامي حطتها هو على الترابيزة رحت طلعت الألم من جيبي ورحت حطت عمل سجارة في بق المسيح قلت له تعالى بص الصورة دي فبص قال لي مش حرام عليك إيه اللي انت بتعمله دا انت كفرت قلت له كفرت ليه قال لي بتحط سجارة ببق المسيح قلت له يعني انت مش محتمل إنك تشوف سجارة حلال في بق المسيح طب ما انت صورة المسيح بتحط السجارة ببقك ليه عشان كده أنتم لم تتعلموا مش من المسيح اتعلم المسيح اتعلم المسيح عيشه لأن المسيحية مش حفظ آيات ولا حفظ أقوال ولا حفظ وصايا المسيحية إنك تعيش شخص مقدم ليك أحيا لا أنا أحيا لا أنا بل المسيح يسوع يحيى فيه تبقى هي دي الصورة الكاملة يا حبيبي أنتم لم تتعلموا المسيح هكذا شفت المسيح في معاملته مع الرجال معاملته مع النساء معاملته مع الخطأ معاملته مع الأعداء شف المسيح يسوع اللي عاشت ثلاث سنين كله أو في الآخر راح سألك سؤال من منكم من منكم يبكتني على خطيئة والروح الكدس يشاور عليه ويقول شبهنا في كل شي مع هذا الخطيئة تيجي تقول لي أتعلم المسيح ازاي أقول لك تعيشه تقول لي أعيشه ازاي تجعل الروح الكدس يشتعل في داخلك والروح الكدس لن يشتعل في داخلك إلا بنقطتين أن تفارق خطيئك وأن تطلب اشتعل في داخلك قل له يا روح الله أنا حزنتك أنا طفيتك اشتعل في داخلي واحرق كافة الأشواك الخانقة لنفسي وأول ما يشتعل الروح الكدس ياخذ من المسيح ويديه لك إلى أن يتصور المسيح يسوع في حياتك أنتم لم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه إن تسمعتم في الكتاب المقدس اقرأ الإنجيل واسمعوا والمسيح يسوع اللي قال الكلام ده الكلام ده عاشه لأن المسيح لم يقل كلمة معاشهاش لأنه هو كان دايما يقول ينبغي أن نكمل كل بر حتى الحاجة اللي ما هواش في احتياج ليها هو في احتياج للمعمودية لا بس اتعمد من يوحنى المعمدان ونزل في نهر الأردن وقال له دانا المفروض أتعمد منك قال له اسمح الآن لأنه ينبغي لنا أن نكمل كل بر فالمسيح يسوع بصورة جميلة كان مثالاً لنا كامل ترجمة نانسي قنقر